اهلا بكم في فيديو جديد معاكم اسامة سامي وفي الفيديو ده اعرف اكترية عمل الاستطلاع رايي على الواتساب بخطوات سهلة جدا كل عليك ان انت تتابع معي الشرح للنهاية واعمل لايك للفيديو علشان تعمل استطلاع رايي او تصويت على الواتساب بتفتح واتساب بعد كده بتروي على الشات سواء الشات ده مجموعة او الشات ده كان بينك وبين شخص عادي خالص يعني انفع تعمل في اي شات وزي زي ما انت شايف كده انا فتحت الجروب اللي عايز اعمل عليه استطلاع رايي بعد كده بدوس على العلامة اللي جنب علامة الكاميرا دي هعمل لك عليها سهل بيظهر لك مجموعة اختيارات بتختار الاختيار الاخير اللي هو استطلاع رايي زي ما انت شايف طالب مني ان انا اكتب السؤال بتاعي او الحاجة اللي عايز اعمل علىها استطلاع فانا اكتب السؤال بتاعي مسلا او اكتب الحاجة اللي عايز اكتبها فانا هكتب طريقة عمل استطلاع رأي على الواتساب بعد كده بادوس على الاختيارات او الخيارات فبدوس على اضافة بعد كده اضيف مثلا اول اختيار اللي هو نعم اضيف تاني اختيار اللي هو لا زي ما انت شايف بعد مكتابة الاختيار التاني زي الاختيار التالت ممكن اضيف برضو ممكن اضيف مثلا نقطتين كده طبعا كل ما اكتب اختيار او اخر اختيار اكتبه بيضع يدسلي اختيار جديد وبعد ما تكتب الإجابات بتاعتك أو الإختيارات بتاعتك بتلاقي عندك السماح بإجابات متعددة طبعا أنا عندي متفاعلة ومعنى أنه متفاعلة أن الشخص ينفع يختار أكتر من اختيار طبعا أنا عايز الشخص يختار اختيار واحد بس فأنا هلغي تفعيلها بالشكل ده بعد كده بأدوسها علامة السهم سنعمل ناشر للتصويت وزي ما أنت شايف كده ظهر معايا بالشكل ده وينفع أن أنا كمان أختار فأنا أختار نعم زي ما أنت شايف كده أنا عملت التصويت ولو الأشخاص اللي معايا في الجروب عايزين يعملوا تصويت بيدوسوا ويختاروا اللي اختار اللي أم عايزينه وبس كده ده كانت شرح طريقة عمل استطلاع رأي على الواتساب لو عندك أي مشكلة أو أي حاجة عايزنا شرحها اكتبالي تحت في التعليقات مع السلام